السلام عليكم مشاهدي قناة مدارة الصحة يستخدم الفلفل الحار في الطبخ كنوع من التوابل الشعبية كما تم استخدامه طبيا لألاف السنين وذلك لاحتوائه على مادة الكاباسيسين والتي تعتمد درجة حرارة الفلفل على محتوى من هذه المادة فكلما احتوى الفلفل على المزيد من الكاباسيسين زادت درجة حرارته ويعد الفلفل الحار غنيا جدا بالفيتامينات والمعادن والنحاس والبوتسيوم وسنتعرف في هذا الفيديو من قناة منارة الصحة على فوائد الفلفل الحار والتي لا تعد ولا تحصى لكن قبل أن نبدأ ادعمنا بوضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد يساعد الفلفل الحار على حماية القلب من ارتفاع مستويات الكولوسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتخفيف من تشكل جلطات الدم وذلك عن طريق تضبط عمل الجينات التي تسبب تقلص الشراين والتي يمكن أن تؤدي إلى انسدادها ومنع تضفق الدم وهذا الانسداد يسبب النوبات القلبية عندما لا يصل الدم إلى القلب أو السكتات الدماغية عندما لا يستطيع الدم الوصول إلى الدماغ ويلاحظ أن المجتمعات التي تستخدم الفلفل الحار بشكل كبير تقل فيها معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية تساعد مادة الكاباسيسين على تخفيف أنواع معينة من الألم لذا فهي تستخدم على نطاق واسع في الكريمات الموضوعية والمراهم للتخفيف من الألم الناتج عن التهاب المفاصل حيث تساعد هذه المادة في علاج الترابات الألياف العصبية الحسية بما في ذلك الألم المرتبط بالتهاب المفاصل والصطفية والاعتلال العصبي الذي يصيب مرضى السكري يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي فعلى العكس مما هو شائع بأن الفلفل يؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة إلا أن الدراسات تشير إلى عكس ذلك هذا أظهر ببعض البحوث إلى أنه يساعد على الوقاية من قرحة المعدة كما يساعد على تعزيز قدرة المعدة على مكافحة العدوى بالإضافة إلى ذلك يحفز الفلفل إفراز الإنزيمات والسوائل الهضمية وإنتاجها الأمر الذي يساهم في تعزيز عمليات الهضم تناول الفلفل الحار له تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن أو المصابون بمرض السكري فقد أثبتت إحدى الدراسات الطبية أن تناول الفلفل الحار بشكل معتدل يساعد في الحفاظ على مستويات الإنسولين في الدم والتي تعمل على خفض مستويات السكر وذلك بنسبة تصل إلى 60% أظهرت دراسات عديدة أن مركب كاباسيسين من شأنه زيادة سرعة حرق الدهون بمعدل 30% وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتحفز الشعور بالشبع لعدة ساعات من استهلاكه ومن الجدير بالذكر أن استهلاك القفايين الموجود في القهوة أو الشاي بعد الفلفل الحار يزيد من فعالية مركب كاباسيسين يقلل من احتقان الجيوب الأنفية يحط مركب كاباسيسين على إفراز الجيوب الأنفية مما يقلل من الشعور بالاحتقان كما ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا من شأنها محاربة التهابات الجيوب الأنفية يحارب الأمراض السراطانية كشفت الدراسات أن مركب كاباسيسين الموجود في الفلفل الحرق يدفع الخلايا السراطانية في البروستيتا لأن تنتحر وفي إحدى الدراسات تم القضاء على 80% من الخلايا السراطانية في البروستيتا لدى الفئران لدى تعرضها لمركب كاباسيسين إضافة إلى ذلك فقد بينا الباحثون أن الأورام السراطانية في بروستيتا الفئران قد انتمشت إلى خمس حجمها مقارنة بأورام بروستيتا الفئران التي لم تتلقى هذا المركب وفي الختم ندعوك لمشاركة هذا الفيديو عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي فمعلومة واحدة قد تنقذ إنسانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته